السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتأمل في قصة بقرة بني إسرائيل يجد أنها تتألف من ثلاث فصول أول فصل قتيل بني إسرائيل وعدم معرفة القاتل تاني فصل الذهاب إلى موسى عليه السلام وأمر الله عز وجل بذبح بقرة وتعنت بني إسرائيل وتالت فصل هو ذبح البكرة وضرب الميت بجزء من البكرة فيبعث حيا مرة أخرى ويدل على القاتل ده ترتيب الزمني لأحداث قصة بقرة بني إسرائيل لكن نجد في سورة البكرة ترتيب الآيات بيبدأ بالفصل الثاني قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وده في البلاغة بتسميه اسلوب التقديم والتأخير وهتلاقي إن بداية قصة بقرة بني إسرائيل بتشد الواحد بتعمل ساسبنس بتعمل تشويق وإثارة يتبادل لذهن القارئ والمستمع لماذا أمر الله عز وجل بني إسرائيل بذبح بقرة بغير إن ترتيب الفصول يأتي حسب أهمية الفصول وبالطبع فصل بقرة بني إسرائيل أهم فصل في قصة بقرة بني إسرائيل ويمكن بسبب تقديم الفصل الثاني على الفصل الأول في قصة بقرة بني إسرائيل كان تسمية السورة بصورة البقرة واتكرر الموضوع ده مرة أخرى في صورة الكهف فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول الظاهر من الآيات الكريمة أن هناك جريمة قتل غامضة وأن هناك قاتل خطط حتى لا ينكشف أمره ولا يعرف سره أبدا أراد القاتل بذكاء شديد أن يدفع جريمة القتل عن نفسه ويلسقها بغيره ويأخذ مال القتيل فهو أحد أقاربه وفي نفس الوقت يأخذ ذية القتيل من القبيلة الأخرى ولكن الحقيقة ليس كل ما يريد المرء يناله فأنت تريد وأنا أريد والقاتل يريد والله يفعل ما يريد أراد الله عز وجل أن يكشف الحقيقة بمعجزة لا تقبل الجدال ولا النقاش وهي إحياء الموتة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون واذكروا إذ قتلتم نفسا منكم فتنازعتم بشأنها واختلفتم ودفع كل واحد منكم التهم عن نفسه وألصقها بغيره وكادت الأمور أن تتفاقم ويحدث اقتتال بينكم والله عز وجل مخرج ومظهر لا محال ما كنتم تخفون من قتل القتيل في صدوركم أي مقارنة بين اللغة العربية وأي لغة أخرى هتكون في صالح اللغة العربية عدد الكلمات في اللغة العربية 13 مليون كلمة بينما في اللغة الإنجليزية 600 ألف كلمة وعندنا مثال في الآية الكريمة كلمة فادارأتم رغم أنها كلمة واحدة لكنها حوت قصة كاملة من النقاش بين قبيلة القتيل والقبيلة المتهمة بالقتل وتجد فيها الجدال والخلاف والخصام كل يدفع التهم عن نفسه ويلحقها بالآخر وهذا دليل واضح على قوة وجمال اللغة العربية حتى التشكيل بيفرق جدا في المعنى عندك مثلا كلمة مخرج بالتنوين وكلمة مخرج بالضم كلمة مخرج تأتي في الحاضر في القريب العاجل زي في الآية الكريمة والله مخرج ما يكونتم تكتمون أما مخرج بالضم فتأتي في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل زي في قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يا ترى اسم القتيل ايه؟ طيب مين اللي أتله؟ ابن أخيه ولا ابن عمه ولا مجموعة من أقاربه؟ لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المتخرة أي ذكر لذلك وما يذكر في كل كتب التفاسير هو من روايات إسرائيلية لا نصدقها ولا نكذبها لكن حنلاقي في العهد القديم في سفر التثنية رقم 21 بعض الإشارات البعيدة لقصة بقرة بني إسرائيل واللي فيه إذا وجدتم قتيلا ملكة في الأرض ولم يعرف قاتله يأتي الشيوخ والقضاء ويقيسون المسافة بين موضع الجثة وأقرب المدن إليه فيحضر شيوخ أقرب مدينة إلى الجثة أجله لم يوضع عليها محراث وتذبح جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر